اشتركوا في القناة صباح الوارد اخي الكريم يا مرحبا اهلا وسهلا منو معاي انا محمد ابراهيم من اربيل محمد ابراهيم من محافظة اربيل الحبيبة من كردستان العراق الحبيب يا اهلا وسهلا بك اخي الكريم نورتنا باتصالك او جاسم اتفضل اشكرك حيني العفو اشع عندي استفساد بالنسبة للجواز الالكتروني نعم المواطن اللي بالبطاقة تستكملت باربيل مثلا يبدأ يطلع مثلا جواز الالكتروني ببغداد او غير محافظة اللي لازم نفس المحافظة هو حاليا يعني الجواز الالكتروني فقط ببغداد واي محافظة طارق افتتحوا بالمحافظات في طور ان يفتتحون ان شاء الله اي اي افتتحوا بالنجف انا نذكر نعم اربيل ما افتتحوا لكن ان شاء الله يعني بطريق الافتتاح ايضا موضوع الجواز الالكتروني جواز الالكتروني انه على بطاقة السكن لكن كحالة انسانية موجود مكتب جوازات قسم جوازات الكرادة بالمقر العام اذا حالة انسانية ما اعتقد يقصر سيد العميد ماجد عدنان احمد وياك اه اوكي واذا ارفعت معاملة باربيل شنو اللي تحتاجها محاضرين يعني احنا متواصلين مع كل اخواننا ان شاء الله عميد ماجد معاي طبعا انضم بالجو راح نحصله ان شاء الله حصلتن يا هسا نحصله وهم نستفسر منه وتابع البرنامج اخوي العزيز اي والله بس اذا بس تستفسرولي على بطاقة السكني اني جواز يخلص بعد شهر انت جاي انت جاي تتابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تابع البرنامج وراح نحاول نحصل عميد ماجد ان شاء الله شكرا جزيلا يا اهلا وسلم بك اخي الكريم تحياتي لك ولكل اهلا وناسنا في كردستان الحليب يا مرحبا والان ينضم الينا عبر الهاتف في برنامج الجنسي والمواطن السيد العميد ماجد عدنان احمد العميد الحقوقي مدير مديري الشؤون الجوازات صباح الخير سيادة العميد صباح الخير والعافية سيد العميد الحقوقي المحترم مناظر الساعدي ربي بارك بيك ربي بارك بيك وبجهودك وشكرا جهودك المبذولة في هذا خدمتك من المواطن ولا ولا جزء من واجبك ربي بارك بيك بس لكن ابدعت في دارة الموضوع الله يبارك بيك سيادة العميد طبعا نبارك بيك وبجهودك والجهود الكبيرة اللي تبدل صراحة من جنابك الكريم ومن قبل كادر مديرية شؤون الجوازات بكافة اقسامها يعني في وطننا الحبيب لا سيما تعرف فترة الصيف وزخم كبير وان شاء الله انتم مقصرين مع المواطن الكريم الله يبارك بيك سيادة العميد قبل قليل طبعا اتصال مواطن من اهنا وناسنا في كردستان في اربيل الحبيبة حمد ابراهيم يعني يقولاني بعد الشهر وانتهي جوازي موضوع الجوازي للكتروني اذا اجي الضيف يا عميد ماجد بغداد يتوجه العميد بروان مجير جوازات اربيل نعم ويكملها جوازه ويتدلل ويتدلل ويتم مرامر يعني جواز عادي مو الالكتروني جواز عادي يتوجه العميد موان ويتدلل ويتم مرامر واذا ضرورة نعم يصلح حصوله على الجواز الالكتروني انا وسهلا ويتدلل والله يري ديجي بضيافتك ببغداد وانت اهل الكرم والضيافة سهلا وسهلا ومرحبا والنعم راح يكون ضيافك ان شاء الله ببغداد ويوصل الطارق ويوصل الجنابك شكرا للاكسيات العميد كل التوفيق يا رب موفقين ان شاء الله وفي ميزان حسناتك شكرا للاكسيات العميد الله يبارك بك اذا شكرا لسيد العميد ماجد عدنان احمد العميد الحقوقي البطل اللي متعاون معانا وصراحة يعني شهادتنا بمجروحة من خلال الخدمات الكبيرة اللي يقدمها للمواطن الكريم من خلال عمله وجولاته الميدانية على دوار الجوازات في بغداد والمحافظة